موسيقى 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 اليوم انا في الستورون باش جيت نحضر الافتتاح ديالها ونبارك الخوية بدر غازي اللي هو من اللي شايف الغزال انت بارك الله فا ونظر ما نقولوش فاوت غزال أخلاقا وضير فاوزبين وهادي اضيف إلى انه تبارك الله من التمكنين فى مهنة دياله وماشاء الله علي انتبنا لي وتوفيق يا ربه امين انا كااج ميدك شي كاج بمغاراة كس كسو كااج ميدك شي كاج بمغاراة كل شي الجمهور عجبوا الحال وكانت تفاجأ شوية لأنني قدرت شي حاجة جديدة مع ما رمي قدرتها ملحمد لله أن الناس عجبهم الحال وكرهوا شوية ذيك الشخصية وهذا واللي أنا عجبني أنني قدرت نوصل للناس نوصل لهم مشاعرها ونوصل لهم كيفاش هي إنسانة غير سوية أساسا نفسيا وكيفاش قدرت ليهم النموذج طالح كما ما رفع دائما نقدم ليه النموذج طالح قررت هذه المرة نغير أكيد إن شاء الله أكيد إن شاء الله كينا أعمال أنتي عارفة أنه مؤخرا ولا غير مسموح لنا أننا نتكلم عن الأعمال لتشيء ولا في العقود كي مفاجأات أعمال سيتفاجأ الناس من شاء الله الرحمن الرحيم وعلى مستقل مصرحي كينا مصرحيات عينك ميزانك لها دية باركلا سبع سنين وحنا أخذ دامين فيها دية السيسماعيل أبو قاسم وكينا مصرحيات كلمليل باش من نساش وكينا الكونكوخ كيمتزة مصرحيات وكينا مصرحيات وكينا مصرحيات لو جاءت نظرها هادو لو جاءت رؤية لا هادو كيفاش كي يدرو لا هادو كيفاش كي يدرو لأنه يجب أن تكون على الأقل يجب أن تكون بشكل أسبوعي لا تكون حتى بشهري أو دوري لأنه كيفية تكون بشكل أسبوعي لا تحتاج لأخر فرصة في أن يغش أما إذا كانت بشكل دوري أو شهري فهو ممكن يغش طيلة الشهر أو طيلة الدورة ويجي تالي هادو كيفي أنت ويقض شغل لذلك أنا كنفضل أنها تكون بشكل أسبوعي وبموايعيد غير محددة بشكل أسبوعي مثلا مثلا الخميس المرة ثلاث مرة بحيث صاحب العمل أو رب العمل ما يقدرش ما مبقاش عنده هذا وحاجة أخرى أنا ما معرفته هو حيث شي وحدين قالوا لي بأنه وقال لا رادو كنس حطولي ذلك أنا الآن لا نجلد هذا صاحب المطعم ولا نجلد المستهلك للقاء ذلك لا 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 أنا سأبلغ حماية المستهلك عرفت ما أقول لك لأن هذه الحلقة أنا لا أقبلها ما أقول لك لأن الله أمر بالستر هذا واحد ثانيا الآن هذا الرجل نحن نعرف نحن كمجتمعات ما ننسوش أقطع الأخرين يعني هذا الرجل وخاء يبغي تصلح الناس ما أمرها ما تصدقه لأننا للأسف الله سبحانه وتعالى يقبل المغرفة ونمغفرة عفون ونحن كأفراد لا نقبلها كيكون مثلا واحد الله يهديه ماشي يسار من ذي كيبغيته وبتحد ما كيصدقه أنا ما نشوووش بهذيك الطريقة ما نتواصل مع حماية المستهلك ما ديش نسكتس ما تفرجتش ما تفرجش ما تفرجش بكاش عندي الوقت باش نتفرج وما زال ما تفرجش كنقول من بعد وذاك من بعد أعتقد حنا اليوم سبعتاشتر يوم مواقعي لو لا اليوم سبعتاشتر يوم على رمعه في شوال باقي ما شفتش أنا نقول لك أنا سبقرية تتقديم الممتلة قدرة تدير كل شي لأنه يمكنك تقدم رمشي مثلا فلانة الفلانية تقدم مثلا إلهام وعزيز تقدم لا هي متقمسة دور مقدمة فأنا كيف كنت قمس الآن دور الدكتوراه ودور المهندسة ودور الفاندميناج ودور هادي فأنت قمس دور المدعاة والصحفية شيء بسيط دعواتكم دعواتكم معي و دعواتكم معي و حضرة رسالة أريد أن أقول لها لا أريد أن الناس يفهموني غلط لا أريد أن تقولوني عفاكم لأنني أريد أن تكرر الجرح كل مرة أنا أريد أن أقول في وسائل الإعلام أنه باقي كان كتب على صفحاتي في مواقع التواصل الاجتماعي دائما أنا أعرف أن المواطنين والجمهور المغربي يسووا الحبا فيها و يريد أن يطمئن عليها ولكن صدقوني أنتم تنكلون بالجرح كتعودوا تحلوا ذاك الجرح وتحفروا فيه سرسلني كتلقى شيء واحد كيبقى يسووا و كيف شوقع و أبداع و أشاهدوني و أنا شاء الله سأعود للأسطوان و أجدر الألام أرجوك عفاكم باقي و كان وعدت جميع المغاربة أنا كيف شاركت معكم أهمي فرحي بلقائها إن شاء الله سأشاركوا معكم فاطمئنو و عفاكم تحت يسعودون الجمهوري و الجمهوري المولاتي شكرا على دعمكم شكرا على تعليقاتكم الجميلة على دوري في تنمات أبو البنات ودوري في البوي عاتي مني تنشوف تلك تعليقاتك نفرح بزاف وكنحس بأن مكانتي في قلوب المغاربة كيف ما هي وأحسن شكرا لكم شكرا لدعمكم أنا بدعمكم وبحبكم السامير وكنواعدكم بالجديد ونواعدكم أنني دائما نكون عند حسن ظنكم بيا وعند مستوى تطلعاتكم بإذن الله لا تنسوش تزورونا على صفحة رسمية ديال ليلة مولاتي وتضغطو على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد